اسهل برنامج لتصميم اللوجوهات او للشعارات التجارية. المعنى الواحد سواء كان لوجو او شعار لشركة معينة. انت ازاي تستخدم برنامج اسهل برنامج ان انت تستخدمه بحيث ان انت تبقى مصمم فيما بعد ان شاء الله باحدث برنامج طبعا زي ما انتم فاهمين اللي هو فوتوشوب. فوتوشوب من الاقبل برامج اللي انت تقدر تصمم بيها لوجوهات. لكن النهاردة هنشرح برنامج سهل اللي هو اللوجو ميكر اللي هو الاصفر ده. ممكن تنزله سهل جدا من جوجل. هينزل عندك على الجهاز سواء كان ويندوز 7 او ويندوز 10. ده الشكل بتاع البرنامج هنضغط عليه دابل كليك. هيفتح معنا الوجه دي. اسمه لوجو ميكر. سهل خالص ان انت تجيب. هيفتح معنا الوجه دي. هنا بيقول لك ان في لوجوهات جاهزة. يعني انت ممكن تختار لوجو من اللي في الوجهة اللي انت شايفهم دول. وانت تعدل عليه سواء كان الوان او اختلاف الايكونة نفسها. او ان انت تختار لوجو من بره زي ما احنا هنشرح دلوقتي. دي كلها مجموعة من اللوجوهات الجاهزة. ممكن انت تخدهم زي يعني تضغط كليك زي ما هو على اللوجو اللي انت شايفه قدامك. وتقدر تعدل في الالوان او اللي انت تعدل في الكلام المكتوب. هو مقسم لك اه 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 كل دي حاجات مختلفة. هو بيسهل لك الموضوع زي ما انت شايفين اهو كده. هو مسهل لك ان انت تختار لوجو معين وتعمل عليه تعديل او ان انت تصمم من اول وجديد. احنا بس كده على السريع بنوري بس الوجهة. وبعدين هندخل هنجرب الطريقتين. اما ان احنا نختار واحد جاهز ونعدل عليه. او ان احنا نختار واحد خالص من البداية ونبتدأ احنا نحط البصمة بتاعتنا. تمام هنقفل كده الوجهة دي. هنجي هنا نصمم لوجو من تصميمنا احنا. مش هنختاره من الوجهة اللي احنا قلنا عليها ونرجع لها تاني بعد شوية. المسطرة اللي عالمين دي اهو زي ما انت شايف كده احنا بدأت تعوى ننزل من اختار الشكل اللي احنا عايزينه. زاد ان فوق فيه سيرش يعني فيه هنا اختيارات كتير ممكن اختار منها اللوجو. هتضغط على السهم ده هيديني الايكونات دي كلها. هيديني الكلمات دي كلها اقدر اختار كل كلمة من دول. اه تحت منهم في لوجوهات كتير او اشكال كتير اقدر انا اصمم منها اللوجو. انا بختار هو على حسب. ممكتوب. لو انا مش عارف يعني المعنى الكلمة دي ايه زي ما احنا قلنا للناس اللي هي الانجلش عندها ضعيف شوية. اه بشغل جوجل ترانسلات وبتدي اكتب الكلمة اللي هي قدامي زي ما انت شايفين كده. هو هيترجم لي معنى الكلمة بالانجلش معناها ايه? انا اقدر اشوف المجال اللي انا بشتغل فيه. واختار الكلمة اللي تمشي مع المجال اللي انا بشتغل فيه او اختار مجال يكون قريب من المجال اللي انا بشتغل فيه. انا مسلا هاختار واحدة من دول. آآ وليكن مسلا آآ الاختار دي ماشي تمام. آآ نضغط عليه كليك واحد. هيديني الاشكال دي. تمام? اهو زي ما انتم شايفين كده كل دي اشكال. اختار اختار مسلا مجموعة تانية. الارض مسلا. هيديني دول اهو. اقدر برضو ان انا قلي. يعني كل جملة من دول فيهم مجموعة من الاشكال اللي انا اقدر اختار اختارها. واقدر اعدل على الالوان واقدر اكبرها وصغرها وهكذا. هنختار مثلا الشكل ده نجيبه هنا. لو انا عايز اختار اي شكل من دول. بضع تعليم الماوس كليك شمال. وامشي واجيبه في الحتة البيضة هنا على الصفحة بتاعتي اللي انا هنصمم عليها. تمام? اقدر اصغر واكبر من المربعات الصغيرة اللي انتم شايفينها حوالين الشكل. واقدر الف الشكل يمين شمال فوق تحت. من المربع الصغير اللي لونه اصفر. اهو برضو هنجيب شكل تاني اهو. في مربع في النص في دايرة لونه اصفر اقدر الف اللوجو او ان انا اكبر او اصغر. تغيير الالوان اهو من تحت كده. تمام? شايفين? بغير الالوان. بختار اللون اللي انا عايزه من تحت. وبضغط عليه واقع. بمجرد ما انا بامشي بالماوس هو بيديني لما بأكد بضغط عليه خلاص انا بختار اللون اللي انا عايزه. طيب لو انا جيت دلوقتي عايز الشكل تاني مع الشكل اللي انا عندي. لا خلي بالك لو انا ضغط عليه ورحت هناك هيغير لي الشكل اللي انا ضغط عليه اللي انا معلم عليه يعني اهو زي ما انت شايفين. لكن لو انا عايز الشكل تاني اضغط في الصفحة البيضة. كليك واحد شمال بالماوس. واروح اختار الشكل تاني واضغط عليه وامشي بالماوس واجيبه في الوجهة بتاعتي. واقدر ان انا اعدل عليه برضو سواء كان الوان او حجم او ان انا اجيبه فوق او تحت. بحيس ان انا ادمجهم في بعض. بعد ما انا ادمجهم في بعض. تمام? واختاري الاوان اللي انا عايزها. خلاص اوكي. ممكن ان انا اكتب على الشكل بتاعي. هنا فوق في الوجهة اللي فوق فيه اختيارات على ايدي الشمال في حاجة اسمها تي اللي هو ادت تاكس. بضغط عليك لك واحد شمال بيديني هنا في الوجهة. اوتوماتيك اهو بيديني مصطرة ان انا هقدر اكتب عليها. اكتب مسلا اي اسم مسلا او شرف مسلا اي حاجة. اكتب الاسمك مسلا او الحاجة اللي انت عايز انت تشتغل عليها. تمام? اهو مسلا انا هكتب اشرف مسلا. وبعدين بابتدي اكبر وصغر. تمام? ماشان اقول له بحيس ان انا هرجع تاني من الاول. تمام? هقفل بحيس ان انا هصمم شكل تاني. او ان انا هبدأ من الوجهة. احنا كده شوفنا في الاول ازاي لو انا اخترت شكل وهنكتب التي اكس تي وكتبنا اشرف. ازاي نحفظه اه هوريكم ازاي نحفظه دلوقتي. بس احنا كده شوفنا الطريقة الاولى ان احنا لو اخترنا صفحة من اول وجديد وعملنا لوجو من تفكيرنا احنا. طيب لو انا جيت هنا واخترت في الوجهة دي زي ما انت شايفين في الاولى ان هختار لوجو وهعدل عليه اختار واحد جاهز انا عاجبني مسلا. واعدل فيه تعديل بسيط اللي انا اه عايز اعدله. تمام? باجي كده بختار بشوف الشكل المناسب للشركة اللي انا هعملها او للصفحة اللي انا هصممها او للقناة اللي انا هفتحها مسلا على يوتيوب ايا كان المجال اللي انا بشتغل فيه او الشخص اللي بيطلب مني ممكن تكون بزنس مسلا بتعمل اه شغل بتعمل شغل اي حد مسلا اونلاين فهو بيقول لك اعمل لي تصميم لوجو. تمام? هتختار البرنامج دي اللي انت طبعا مسلا لسه مبتدأ. انا بكلم الناس المبتدئين. مش البروفيشنل. انا عارف ان البروفيشنل بيشتغلوا بالفوتو شوب. اه ان هو اقوى برنامج يعني. المهم هتختار مسلا انا شكل ايلي بالمجال اللي الشخص اكلمني او الشركة اللي قليت لعملي لوجو او انا لو انا عايز اعمل لوجو نفسي او اخترت ده مسلا. عايز اعدل في الالوان بضغط عليه. انت خدت بالكم انا اضغط واحد واحد بس على الصورة نزلت على الصورة. بغير في الالوان. ممكن اغير في الحجم زي ما احنا قولنا من المربعات الصغيرة. اكبرها وصغرها زي ما انا عايز. الالوان عليه دي الشمال تحت هي. برضو ممكن اكبر وصغر زي ما انا عايز. نفس الموضوع هم ونفسهم اصحاب البرنامج او الشركة تابع البرنامج هم هم اسمين بصوا كده كل جزء لوحده في الوردة دي. كل جزء في الورقة الشجر دي الواحدة اخدت بالكم الاحتراف عامل ازاي? ممكن ان انا الون بقى كل جزء لوحده. كل جزء ممكن. الونه لوحده. اضغط عليه. كليك واحد شمال بالماوس. بعدين انزل تحت في الالوان اختار اللون اللي اللي انا عايزه. بعد ما انا خلص خالص. تمام? اوكي. وارتحت لللوجو اللي انا هصممه. خلاص. في طريقتين للحفز. في سيف زي الورد والباوربونت والحاجات دي. الايكونة بتاعتها فوق زي ما بضغط على سيف يديني حفز. حفز بمعنى ايه? حفز بمعنى الملف ده اقدر ارجع له تاني اعمل فيه تعديل. مش الحفز النهائي ان انا هاحفز اللوجو على هيئة صورة عشان اعرف ابعته للشخص اللي طلب مني اللوجو او لنفسي ان انا اشتغل به. دي الطريقة الاولى بتاعت الحفز. طيب انا عايز احفز دلوقتي اللوجو بتاعي على هيئة صورة عشان ابعته للشخص اللي طلبه مني او اللي هيشتري مني. تمام? او للشركة اللي هي عايزة تشتغل به. كلمة سيف جنبها فيه دايرة اللي هي بتاعت البرنامج بضغط عليها. بنزل تحت فيه حاجة اسمها اكسبورت اماج اهي الاختيار ده اللي انا واقف عليه بالماوس. بضغط عليك لك واحد شمال بتديني كده. مش بلعف اي حاجة في الاختيارات دي ولا في الالوان ولا في الاحجام بقول له اكسبورت. بيديني برضو الوجهة دي. بكتب هنا هنا بي ان جي يعني ان الصورة مفرغة بحيس ان انا اعرف اتحكم فيها. بكتب اسم الملف اللي انا عملته هنا فوق في الفايل نيم. بعدين بحدد في الديسك توب. بعدين بقول له سيف. بيحفظها لي فين في الديسك توب. بقى في الكلوز. بقى في البرنامج بتاعي اول ان انا بنزل بالبرنامج تحت عشان ارجع له تاني. افتح الصورة هنا على الديسك توب. بيديني اللوجو اللي انا صممته. نفس الطريقة كررها. وان شاء الله تستبيد من الفيديو ده. ويبقى اذن لا توصل وتبقى محترف عشان تشتغل بفوتشوب. ان شاء الله شوفكم الفيديو الجاي. متنسوش لايك وشير وسابسكرايب. سلام عليكم ورحمة الله.